الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أبناء وبناتي تلميذي صف الثالث الابتدائي إن شاء الله النهاردة نحل مع بعض أهم الأسئلة المتوقعة في مادة الدراسات الاجتماعية طبعا لو أول مرة تشوف القناة بتاعتنا للتشارك في القناة وتفعل زر الجرس عشان وصلك كل جديد ما تنساش رابط المراجعة في صندوق الوصف أسفل الفيديو عندنا يا شباب الاختبار الأول بيقولك أولا الجغرافيا السؤال الأول ألف لاحظ الخريطة ثم أجب بيقولك هنا يا شباب زي ما احنا شايفيه الخريطة بيقولك هنا واحد الصحراء طبعا دي يا شباب الصحراء الغربية عندنا اتنين بيقولك منطقة تعتمد في الزراعة على مياه طبعا دي المنطقة دي بتعتمد على مياه الأمطار طيب عندنا رقم ثلاثة بيقولك محافظة حضرية طبعا دي يا شباب محافظة الأسكندرية أربعة ده فرع النيل ده طبعا ده فرع ضمياط طيب رقم خمسة بيقولك قناطر طبعا دي يا شباب قناطر إسنا بيقولك به اكتب سببا واحدا لكل من واحد تنوع البيئات في مصر طبعا يا شباب السبب اتساع مساحة مصر والتي تزيد قليلا عن مليون كيلو متر مربع طبعا تنوع مساحر سطح الأرض وتنوع المواد للطبعية طبعا يكتفي طبعا ايه بسبب واحد يبقى لو كديبت اي واحد فيهم يبقى الإجابة بتاعتنا صحيحة طيب عندنا أهمية رأس المال بالنسبة للصناعة طبعا لأنه يستخدم في شراء الآلات ودفع أجور العمال عندنا يا شباب السؤال اللي بعديه السؤال الثاني بيقولك ألف أكمل عبارات التالية بما يناسبها من كلمات عندنا أول سؤال بيقولك واحد تقع رأس الدلتة في شمال مدينة طبعا شباب في شمال مدينة القاهرة اتنين تقوم الدولة بإنشاء المراكز الصحية للقضاء على مشكلة انتشار طبعا مشكلة انتشار الأمراض ثلاثة بيقولك زاد النشاط السياحي في محافظة الشرقية بسبب وجود أثار حضارة طبعا تل بسطة طيب أربعة طلب السكان المحليين للمنتجات الصناعية طبعا بيناسب هذا التعريف السوق طبعا السوق المحلية خمسة تصنف صناعة السجاد اليدوي من الصناعات الحرفية أو الصناعات اليدوية طيب ستة انشاء وصالة البيئة أحد جهور الدولة لحل مشكلة طبعا مشكلة التلوث البيئي بيقولك ما المقصود بكل من واحد البيئة الزراعية اتنين الاستنزاف عندنا شباب أول حاجة البيئة الزراعية طبعا هي البيئة التي يتوافر بها مقومات الزراعة زي الطربة الخصبة والمياه العزبة وما يرتبط طبعا بها من أعمال أخرى عندنا اتنين الاستنزاف هو الإفراط وسوء استخدام الموارد الطبيعية بشكل يؤدي إلى نفادها عندنا شباب ثانين التاريخ السؤال الأول ألف اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد بيقولك هنا تولى المماليك حكم مصر بعد انهيار الدولة الفاطمية طبعا الإجابة خطأ عندنا اتنين استفادة العثمريون من خبرات المماليك في حكم مصر طبعا الإجابة صحيح ثلاثة اتجهت الحملة الفرنسية إلى الأسكندرية مباشرة طبعا الإجابة خطأ عندنا أربعة بيقولك قام محمد علي بنافي عمر مكرم خارج مصر الإجابة خطأ عندنا رقم خمسة بيقولك أثبتت ثورة القاهرة الأولى عدم احترام نابليون للشعور الديني للمصريين الإجابة صحيح به بيقولك أذكر عملا واحدا لكل من واحد السلطان محمد الثاني طبعا السلطان محمد الثاني دخل مدينة الكوستنطينية عاصمة الدولة البيزنطية عام 1453 ميلاديا اتنين تصن ابن محمد علي طبعا تولى قيادة الحملة التي أرسلها محمد علي إلى بلاد الحجاز عندنا شباب السؤال الرابع بيقولك اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد اكتشف طريق رأس الرجاء الصالح 1498 على يد من اللي اكتشفه شباب الفرنسيين ولا البرتغاليين ولا البريطانيين ولا العثمانيين طبعا هم البرتغاليين طبعا دينة كنين الدفاع عن مصر أثناء الحكم العثماني كانت مهمة أعضاء الديوان ولا كبار العلماء ولا الحامية العثمانية ولا عامة الشعب طبعا يا شباب كانت الحامية العثمانية ثلاثة كانت أول مواجهة بين الفرنسيين والمماليك في شبرخيت ولا مبابا ولا القاهرة ولا بلاء طبعا يا شباب كانت في شبرخيت عندنا أربعة بيقولك فشل الفرنسيين في فتح مدينة حيفا ولا عكا ولا طرابلس ولا يافا طبعا فتح مدينة عكا عندنا رقم خمسة بيقولك أحد نتائج اهتمام محمد علي بالتعليم انشاء ديوان القاهرة ولا ترسانة بحرية ولا المطبعة الأميرية ولا قاصر الجوهرة طبعا يا شباب المطبعة الأميرية قام بانشاء طبعا المطبعة الأميرية طيب يا شباب عندنا السؤال اللي بعديه بيقولك ستة نجحة في إقامة إمبراطورية مصرية امتدت حتى خط الاستواء عباس باشا الأول ولا محمد سعيد باشا ولا الخديوي إسماعيل ولا الخديوي توفيق طبعا يا شباب هو الخديوي إسماعيل به بيقولك ما العلاقة بين النهضة الصناعية في عهد محمد علي والجيش المصري طبعا يا شباب ارتبطت النهضة الصناعية في عهد محمد علي بالجيش لأن محمد علي أقام العديد من المصانع بهدف سد حاجات الجيش من الملابس والأسلحة وغيرها عندنا الاختبار التاني بيقولك اولا الجغرافيا السؤال الاول الف لاحظ الخريطة ثم اجب طيب هنبصع الخريطة يا شباب ونبدأ نحل عندنا واحد بيقولك ده البحر طبعا ده البحر المتوسط تاني حاجة بيقولك ده هي ترعة دي ترعة ايه دي ترعة طبعا الابراهيمية عندنا رقم ثلاثة بيقولك محافظة حضرية طبعا عندنا دية محافظة القاهرة اربعة بيقولك بحيرة طبعا دية بحيرة ناصر خمسة بيقولك منطقة صناعية طبعا عندنا شباب دية المحلة الكبرى هنا بيقولك بهدل جغرافيا على صحة العبارات الاتية بيقولك قامت الدولة بعدة جهود لحل مشكلات الصناعة طبعا الدولة طبعا قامت على الانفتاح على العالم الخارجي بتشجيع العرب والاجانب على الاستثمار في مجال الصناعة عن طريق فتح اسواق داخلية وخارجية جديدة والاهتمام بالتعليم الفني وطبعا محاولة تقليل حجم الواردات المصنعة من الخارج عندنا شباب السؤال الثاني بيقولك ألف اكتب المصطلح الجغرافي الدال على كل عبارة مما يلي طيب عندنا ألف رقم واحد بيقولك إيه زراعة الأرض وإنتاج المحاصيل وتربية الحيوانات كما يتضمن تربية الدواجن طبعا ده بنسميه النشاط الزراعي اتنين تحويل المواد الخام إلى سلع ومنتجات لسد احتياجات السكان ده بنسميها شباب الصناعة ثلاثة إزالة الطبقة السطحية من الطربة الزراعية مما يؤدي إلى تناقص انتاجها طبعا ده يا شباب تجريف الطربة أربعة بيقولك حاجز مائي أنشئ بغرض رفع منسوب المياه وتوزعها في الدرع المتفرعة أمامها طبعا دي القناطر عندنا خمسة بيقولك انتقال الأفراد من مكان لآخر سواء داخل الدولة أو خارجها ويكون الانتقال لفترة زمنية طويلة طبعا دي بنسميها الهجرة ستة طلبات الدول الأخرى للمنتجات الصناعية مثل الدول العربية والإفريقية طبعا ده بنسميه السوق الخارجية عندنا به بيقولك قارم بين العادات الإيجابية والعادات السلبية للعاملين بالبيئة الصناعية طيب يا شباب عندنا أول حاجة العادات الإيجابية عندنا طبعا التعاون بين العاملين واحترام مواعيد العمل والانتظام في العمل طيب إيه هي العادات السلبية بها التدخين داخل المصانع وترك المخلفات الصناعية دون معالجاتها ثانيا التاريخ بيقولك السؤال الأول اختر الإيجابة الصحيحة مما بين القوسين عندنا يا شباب بيقولك واحد بموجة فرامان يونيو 1841 ميلاديا أصبح حكم مصر برلمانيا ولا وراسيا ولا ديمقراطيا ولا جمهريا طبعا أصبح وراسيا طيب اتنين كان مقر الحكومة المركزية في عهد محمد علي في الإسكندرية ولا القاهرة ولا الغربية ولا الجيزة طبعا يا شباب كان موجود في القاهرة ثلاثة بيقولك تولى المماليك حكم البلاد عقب انهيار الدولة الفاطمية ولا الايوبية ولا العباسية ولا الاموية طبعا يا شباب عقب انهيار الدولة الايوبية اربعة تم تحطيم الوسطول الفرنسي اغسطس 1798 ميلاديا في موقعه ابقير البحرية ولا ابقير البرية ولا الريدانية ولا مارجدهابق طبعا يا شباب في موقعه ابقير البحرية خمسة حاولا الانجليز احتلال مصر عام 1807 ميلاديا بسبب اهميتها العلمية ولا الاجتماعية ولا الجغرافية ولا الدينية طبعا بسبب اهميتها الجغرافية بيقولك به بما تفسر عندنا بيقولك واحد قيام محمد علي بمسبحة القرعة 1811 ميلاديا طبعا يا شباب للقضاء على الممليك والتخلص منهم اتنين قيام ثورة القاهرة الاولى ضد الفرنسيين طبعا يا شباب فرض الفرنسيون على المصريين طبعا الضرائب وتفتيش الفرنسيين للبيوت وهدم أبواب الحارات والمساجد عندنا السؤال الرابع بيقولك لمن تنسى بالأعمال الآتية عندنا واحد دخل مدينة القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية عام 1453 ميلاديا طبعا ده السلطان محمد الثاني اتنين هزم الممليك في معركة الريضانية عام 1517 ميلاديا ده كان شباب سليم الأول ثلاثة قائد الأسطول الانجليزي في موقعة أبقير البحرية أغسطس 1798 ميلاديا كان شباب هو نيلسون طيب أربعة بيقولك قائد صورة القاهرة الثانية في مارس 1800 ميلاديا التي انطلقت من حي بولاق طبعا ده شباب كان عمر مكرم عندنا خمسة الشاب السوري الذي قام بقتل كليبر في يونيو 1800 ميلاديا طبعا ده كان سليمان الحلمي عندنا ستة الوالي العثماني الذي تم عزله عام 1805 هو خرشة باشا به بيقولك ما رأيك فيه نظام الحكم العثماني على مصر مع ذكر السبب كان نظام سيء وفاشل وتدهورت الصحة وتدهور التعليم عندنا يا شباب طبعا احنا تكتب اي رأي هتاخد الدرجة بتاعتك الكاملة طيب يا شباب عندنا الاختبار التالي بيقولك اولا الجغرافيا السؤال الاول بيقولك هنا الف لاحظ الخريطة ثم اجب هنا عندنا واحد بيقولك ده البحر طبعا ده البحر الاحمر اتنين بيقولك تمدون البيئة رقم اتنين بما نحتاجه من طبعا من المعادن عندنا ثلاثة ده بيقولك السد طبعا ده السد العالي اربعة بيقولك ده هي طرعة ايه طبعا ده شباب طرعة النوبرية عندنا خمسة ده طبعا بيقولك منطقة زراعية طبعا ده شباب منخفض الفيوم بيقولك ما النتائج المترتبة على واحد غرق قرى النوبة بعد بناء بحيرة السد العالي طبعا نتائج المترتبة تهجير سكان النوبة حيث قامت وصالة الاسكان بانشاء قرى سكانية بديلة لهم مثل ابو سنبل ووادي العرب اتنين بيقولك القاء مخلفات المصانع السائلة في المجاري المائية لنهر النيل طبعا نتائج اللي ترتبط على كده شباب تلووس الماء وموت الاسماك والكائنات الحية عندنا السؤال الثاني بيقولك اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد احدى المواد الخامل الحيوانية اللازمة للصناعة الزرة ولا الجلود ولا الحديد ولا البترول طبعا يا شباب هي الجلود ده يبقى رقم واحد هنختار الجلود يا شباب طيب اتنين احدى الصناعات البسيطة في مصر صناعة حلج القطن ولا الفخار ولا السجاد اليدوي ولا الالات طبعا يا شباب هو حلج القطن رقم ثلاثة بيقولك حضارة تل بسطة من المعالم السياحية بمحافظة الفيوم ولا المنوفية ولا اسوان ولا الشرقية طبعا الشرقية اربعة بيقولك نحصل على الاغزية المحفوظة من البيئة نوات الزراعية ولا الصحراوية ولا الصناعية ولا الساحلية طبعا يا شباب من البيئة الصناعية عندنا خمسة تتركز معظم المساحة المزروعة في مصر بمنطقة وادي النيل ولا الدلتة ولا منخفض الفيوم ولا الواحات طبعا في منطقة الدلتة ستة بيقولك عدم وجود حدود فاصلة بين البيئات يعني انها متدخلة ولا متنوعة ولا متشبهة ولا متكملة طبعا ده يا شباب يعني انها متداخلة طيب بيقولك وضح الاضرار الناتجة عما يأتي واحد استنزاف الموارد الطبيعية طبعا شباب النتائج طبعا نفاد الموارد اتنين بيقولك تجريف الطربة طيب ايه الاضرار الناتجة طبعا تناقص الاراضي الزراعية وتظاهر انتجه عندنا شباب ثانيا التاريخ بيقولك سوال الاول الف اكمل العبارات التالية بما يناسبها من كلمات عندنا بيقولك واحد تم عقد اتفاقية العريش في يناير 1200 ما بين العثمانيين والقائد الفرنسي طبعا كان كليبر طيب اتنين بدأت صورة القاهرة الثانية في مارس عام 1200 ميلاديا من حي ناط طبعا من حي بولاق تلاتة تولى المماليك حكم مصر عقب انهيار الدولة طبعا الايوبية اربعة اصبحت مصر ولاية عثمانية عام 1517 بعد موقعة الريدانية رقم خمس تخلص محمد علي من السعامة الشعبية بنافي عمر مكرم الى مدينة ضمياط طيب بيقولك دلل تاريخيا على صحة العبارة الاتية تعددت مهام الوالي في الدولة العثمانية طيب يا شباب هنا الوالي كان بيجرف على تنفيذ القرارات الصادرة من السلطان العثماني وكان بيعمل اتاني بيرسل الخراج المفروض على البلاد وكان بيحافظ على الامن في الولاية وكان بيدعو الديوان للانعقاد طيب يا شباب عندنا السؤال الرابع بيقولك اكتب كلمة صواب امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة غير الصحيحة طيب عندنا واحد بيقولك خاضة محمد علي حروبا في السودان واليونان طبعا اللي جابة صواب طيب اتنين عندنا انشاء محمد علي المطبع الاميرية في الاسكندرية الاجابة خطأ ثلاثة انتهت معركة شبرخيد بهزيمة المماليك امام الفرنسيين الاجابة صحيحة اربعة بيقولك تعقب ابراهيم ابن محمد علي المماليك الناجين من معركة الريدانية طبعا اجابة خطأ خمسة كان تهديد مصالح انجلترة في الشرق احد الاهداف المعلنة للحملة الفرنسية الاجابة خطأ ستة تولى ابراهيم باشا الحكم بعد محمد علي الاجابة صحيحة به بيقولك ماذا يحدث اذا لم طيب واحد يتم اكتشاف حاجر رشيد طبعا شباب لم تفكر موز الكتابة المصرية القديم اتنين ماذا يحدث اذا لم يكتشف البرتواليون طريق رأس الرجاء الصالح عام 1498 طبعا لم تتضهر احوال المماليك الاقتصادية وهنا يا شباب نكون انتهينا بالمراجعة بتاعتنا اتمنى لكم التوفيق والنجاح وانتظرونا في مراجعات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته